اخوان سلام عليكم رحبا فيكم في الجزء الجديد من الدور دينا اللي يدور سبا شبا في الجزء الصابيق اللي نحا في سبريد اوبي هيتور في الجزء هدا غادي نشوفو نامد ارغيومنت فاشنو هما النامد ارغيومنت فغادي نعودو نرجعو لهذا الفنكشن هادي ده بالاجين هنا نعطينا اكس هنا نعطينا ايجراج هنا اعطينا الزيت فهنا ثلاثة ديال البرامتر هيدنا التست هدا وديرنا هنا الريتورن ديال الاكس زائد الايجراج زائد زاد بجينا اللي هنا وعيتنا لهذا الفنكشن فهنا لعيتنا الفنكشن غنقلو الصام فخصنا او البرامتر نعطيه كما كتشوف هنا بالزرق هو الاكس فانعطيه الاكس من بعد منو نعطيه الايجراج من بعد منو نعطيه الزاد ولكني الى بغيت انا مثلا تسعود نعطيه على الايجراج سبعه نعطيه على الاكس ثمانية نعطيه الزاد فمشي بالضرورة نحتار ما ترطيب هذا اكس ايجراج الزاد يعني نجي ماشي معهم اما مرتبين هنا فهنا هنا فين كي يجي طور ديال النايجراج ولكن النايجراج يخدم غاب في الباش في الفرسون ثمانية يعني قل إلا كان عندك الفرسون سبعة ولا الفرسون خمسة ولا دي فما غادش يخدم لك فكي يخدم فقط في الفرسون ثمانية فما فوق فكيف نديرو لهذه القادية كما قلنا فإلا بغينا مثلا نعطيه الزاد نعطيه الزاد نعطيه الزاد فكنا نقول الزاد وكنا نعطيه الزاد وكنا نعطيه الزاد فهنا هنا مثلا إلا بغينا نعطيه الزاد نقلو إكس ونأطيه الزاد نعطيه الزاد نقلو إكس ونعطيه الزاد نعطيه الزاد تأخذ السبعة ولجي ندرنا الرفرش فقد يعطينا اربعة وعشرين اللي هو المجموعة المتعة تمانية زائد سعود زائد سبعة فهذا هو ما النامد ارغومنت النامد ارغومنت هو كتعطي السمية ديال الارغومنت لديال البرامتر اللي بغيتين تهيه وكتعطيها القيمة يواضح ما تحتار مع هذا يعني ما تبقى ماشي الترتيب اللي دير هنا فتقدر تعطي لكل واحد القيمة اللي بغيتين انتهيه فهذا ما كان في الجزء هذا انتشوفو الجزء القادم